وجدنا في كأس العالم شرف وفخر وكل شيء كل حاجة حلوة ولكن هو حيزنقك بعد كده والكلام هنا أنا عايزة واجه كلامي لاتحاد كرة القدم النادي الأهلي حيمثل مصر في كأس العالم للأندية من يوم واحد ليوم حداشر من فضل حضرتك أو للمشرف على حاجة عامر حسين المشرف على لجنة المسابقات في اتحاد كرة القدم من فضل حضرتكم النادي الأهلي بيمثل مصر فلو سمحت ما تعقبناش لو سمحت احنا على فكرة النادي الأهلي لم يطلب من الاتحاد الدولي أنه هو يلعب في كأس العالم النادي الأهلي لم يطلب من الاتحاد المغربي مثلا أنه هو يلعب في كأس العالم النادي الأهلي ما طلبش حاجة النادي الأهلي بما أنه حسب اللوايح والقوانين استحق أن يكون متواجداً في كاس العالم يعني نادي الآلي لم يسعى لهذا الأمر فحضرتك في اتحاد الكرة ما تعقبنيش على حاجة بشرف بها مصر ده حقي فما تجيش تقول لي أصلاً حضغط الدوري والنهاردة ترامى كم خبر كده يقولك إيه أصله كده الدوري مش هيخلص ما يخلصش في معاهد أنا آسف جداً أنا كنادي آهل أنا هعمل إيه يعني جالي جواب أن أنا ألعب كاس عالم بقى أمثل بلدي وبقى أمثل القرى الإفريقية في كاس العالم طب أنا زنبي إيه حضراتكم ما تجيش تقول لي أصلاً هتغطلك المطشات كل ثلاثة أيام ولا كل يومين زي ما كان بيحصل السيدة اللي فاتت واللي قبلها لن يقبل أحد بهذا الأمر خدوا بالحضراتكم حضرتك شوف حل معلش بدل ما يخلص في أول خمسة يخلص في أول ستة أنا هعمل إيه ده على فكرة وجهة نظرنا هنا في البيت الكبير هذا الكلام لكن ما تجيش تقول لي أصلاً إحنا هنلعب كل 48 ساعة مباراة بحد يعني ما أعتقدش أن فيه ممكن حد يوافق على هذه الأمور